موسيقى النشر المفصلة من قناة الاقتصادية الاولى معي انا محمد مختاري الى العنوين وزير المالية يؤكد ارتفاع قيمة الدينار بأربعة فاصل خمسة بالمئة وارقع مفايد تاكس مدى نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة موسيقى تتابعون ايضا وزير اقتصاد المعرفة يولن عن انطلاق جائزة سيبسا ابتكار موسيقى وفي النشرة ازيد من واحد واربعين الف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي ونحو اعادة جدولة القروض الممنوحة للشباب في اطار عنساج موسيقى اهلا بكم مجددا في المستهل كشف وزير المالية العزيز فايد ان الاقتصاد الجزائرية سجل نسبة نمو بلغت اربعة فاصلة واحد بالمئة موضحا ان البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية العزيز فايد عقد ندوة صحفية بمقر الوزارة لعرض مخرجات اجتماع الربيع الفين واربعة وعشرين لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا ذات الصلة الندوة غطتها موفدة الاقتصادية الاولى اميرا مكيدش النمو الاقتصادية الوطنية للعام الفارد بلغ اربعة فاصل واحد بالمئة وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي في اجتماع الربيع الفين واربعين وعشرين لمجموعة البنك الدولية الذي شارك فيه وزير المالية كما بلغ احتياطي الصرف تسعة وستين مليار دولار فيما ارتفعت قيمة الدنار الجزائرية بنسبة اربعة فاصل خمسة بالمئة مقارنة بالدولار الامريكية سنة الثلاثة وعشرين مقارنة بالسنة الثلاثين وعشرين هناك انخفاض هناك تحسن قيمة الدنار بربعة فاصل خمسة بالمئة ورح تتحسن في المستقبل لماذا تتحسن في المستقبل لان كما طالبون الدنار يعني العملاء هي مرأة الاقتصاد كلما تحسنت المؤشرات الاقتصاد هناك تحسن تحسن قيمة العملاء كما تطرق الوزير الى مسألة انضمام الجزائر الى بنك البريكس التي قال عنها ان الاجراءات بلغت مراحلها الاخيرة هناك كنا بشرنا المفاوضات منذ شهر القديمة يعني اردنا في المرحلة الاخيرة لدخول الى هذه البنك هذا ما اعلنت عليه رئيسة البنك عند لقائي معها في واشنطن ان شاء الله في الشهر القديمة سنعدن عليها رسميا وفيما يخص المبلغ المبلغ الاقصى كما يقول لك من جهة اخرى كشف فايد ان البنوك العمومية ستقوم بخفض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية اضافة الى تمويل المشاريع الكبرى وهذا ما سيؤدي حتما الى تراجع نسبة التضخم علاوة على ان الجزائر ثالث قوة اقتصادية في افريقيا كل هذه المؤشرات ستزيدها حظوظا لاستقطاب الاستثمار الاجنبية وتنويع الاقتصاد المالي الشمولية في ذات السياق وضح وزير المالية العزيز فايد في نفس الندوة ان قيمة الدين الخارجي للجزائر حاليا لا تتعدى 924 مليون دولار امريكي مشيرا ان الصادرات خالج المحروقات ستعرف ارتفاعا وهذا لتصطير هدف الحكومة ببلوغ 13 مليار دولار خلال نهاية هذه السنة ميكروفون اميرا مكيدش ساعة 24 مليون دولار هذا هو المبلغ على الدين الخارجي دين خارجي بما يخص الدينار الرقمي هذا يعني موجود في القانون البنك الجديد والبنك الجزائر اليوم تعمل تعمل لوضع القوانين يعني الريقلمان لتخليه باش هذا الدينار الرقمي يكون عنده مكانه في السيرفة الجزائرية من جهة اخرى ارقام الوزير اليوم تظهر مدى نجاعة التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة التي اضحت تعتمد على مقاربات تسجيعية للانتاج المحلي وعقلانية في تسيير ملفي التصدير والاستيراد تقرير اميرا مجبر الأرقام التي افصح عنها وزير المالية اليوم تبين مدى نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخيرة فتحقيق نسبة نمو بأربعة فاصلة واحدة بالماء يعود بالدرجة الأولى إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتشجيع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص والافراج عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي كانت مجمدة كما عرف مناخ الاستثمار في الجزائر تحسنا كبيرا منذ ان شرعت السلطات قبل حوالي سنتين تقريبا في اصدار مجموعة من القوانين الجديدة في إطار الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية القوانين التي انعكست بشكل إيجابي في استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب ويعد تبني الرقمنا في جل المؤسسات الوطنية الجزائرية خيارا استراتيجيا من أجل ضمان مرافقة مصاري التنويع الاقتصادي والاستثمار ومن جهة أخرى انتهجت الجزائر خلال السنوات الماضية استراتيجية ترشيد النفقات من حيث ضبط الاستيراد وتشجيع المؤسسات للتصدير نحو الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو من عكس إيجابا على مستويات المنتوج الوطني الخام وضبط الميزان التجاري الذي انعكس بدوره على قيمة الدينار التي سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالدولار الأمريكي في موضع آخر أعلن وزير اقتصاد المعرفة والشركة الناشئة والمؤسسات المصغرة يسين المهدي ونيد أن اطلاق جائزة أفريكا سيبسا ابتكار لهذه السنة وكأس الابتكار الرابعة التي تحمل اسم الوزير الراخل سيد أحمد فروخي المسابقة تهدف إلى دعم وتشجيع الأفكار المبتكرة للشباب في مجال الفلاحة الذكية قصد خلق القيمة المضافة لنتابع شرف الإعلان على مبادرتين الأولى هي إطلاق جائزة أفريكا سيبسا ابتكار لما جاء في المقدمة هو مسابقة إفريقية خاصة بالابتكار في المجال التغذية والفلاحة أيضا إطلاق كأس المسابقة الابتكار الرابعة التي تحمل اسم السيد أحمد فروخي رحمه الله المسابقة الرابعة لجائزة سيبسا إينوفوورد حامل الأفكار والمشاريع في مجال الفلاحة والأغذية الزراعية كما تهدف أيضا إلى دعم قطاع الفلاحة بالطاقة الشبابية المبتكرة تفاصيل أكثر مع ولاء بربالة تماشيا واستراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي وتشجيع ابتكارات الشباب بغرض تحقيق الأمن الغذائي انطلقت مسابقة سيبسا إينوفوورد التي تستهدف حاملية الأفكار والمشاريع في مجال الفلاحة والأغذية الزراعية نقوم بالتقييم على أساس معايير معينة بين هذا المعايير أول شيء القيمة المضافة لهذا المشروع ما هي الابتكار في هذا المشروع وأيضا نشوف إذا رح يكون فيه النمو السريع لهذا المشاريع الابتكارية وطبعا إذا كان فيه نموذج أولي ولا لا كما تعتبر هذه المسابقة منصة للشباب من أجل إبراز حلولهم المبتكرة لمختلف المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي وذلك من خلال تسخير معارفهم الرقمية والتكنولوجية لتطوير الفلاحات الذكية كما تعتبر هذه المسابقة منصة للشباب منصة للشباب منصة للشباب منصة للشباب منصة للشباب وستجلت مسابقة سيبسا في لاحاء نوف إلى حد الآن 25 مشروع ابتكاري كما ستشهد هذه السنة انفتاحا على القارة الإفريقية من خلال مشاركة العديد من المؤسسات الناشئة من مختلف البلدان الإفريقية كشف الوزير ياسين المهدي وليد عن تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة التي خصصتها الوزارة في شهر جونف الفارق لصالح الأشخاص الراغبين في الحصول على بطاقة المقاول الذاتي وتوقع الوزير خلال اجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي الذي نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية تجاوز الطلبات اعتبت 500 ألف أو 500 ألف مسجل مع نهاية السنة الجارية وأشدد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على أنه سيتم إعادة جدولة القروض الممنوحة للشباب في إطار أنساج ممن لم يتمكنوا من سداد ديونهم وهذا يتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية وإعادة جدولة تعتبر فرصة ثانية لهؤلاء الشباب وأيضا للوكالة لطي هذا الملف وقعت كل من المحافظة السامية للرقمنة وهواوي كونسورسيوم على صفقة إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية والذي سيسمح بالحصول على البنية التخطية للتكنولوجيات جد متطورة بهدف تأمين الولوج بطريقة رقمية موخدة للخدمات العمومية مواكبة تطورات التكنولوجية واستغلال الذكاء الاصطناعي مشروع يجسده المركز الوطني للخدمات الرقمية بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الوصول لجميع الخدمات عن طريق إنشاء الهوية الرقمية ووضع تكنولوجيات جد متطورة لتأمين الولوج بطريقة رقمية موحدة وسيتم إنجاز المشروع عبر مراحل بداية من وضع بيئة للتطوير واختبار الحلول الرقمية التي سيتم تجسدها قبل وضعها حيز الخدمة خلال ثلاثة أشهر القادمة مشروع تسعى الجزائر من خلاله إلى تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي بعصرانة مؤسسات الدولة وتحسين خدمتها تجسيدا لتوجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الوصول إلى حكومة رقمية في خبر آخر علن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كما البدار عن توقيع مذكرة تعاون تخص القطاع تقتضي بالسماح لاستقبال أكبر عدد من الطلبة الزنبيين بالجزائر وأكد على ضرورة تطوير التعليم والتكوين لتسهيل الانخراط في الحياة المهنية بالبلدان الإفريقية كما استقبل الوزير بداري سباحة اليوم وزير التربية الزنبي دوغلاس موساكا سيس كاليمة وخضر لقاء إطار من الوزارتين في قطاع المحروقات ووسطتنا من مخاوف من تأثر امدادات الخام بتوترات الشرق الأوسط عرفت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في تعاملة أمس حيث سجلت العقود زيادة بنحو 2.5% الأسبوع الماضي وارتفعت العقود الآجرة لخام برينت بنسبة 0.55% عند التسوية لتبلغ مستوى 89.50 دولار للبرميل كما صعدت العقود الآجرة لخام غرب تيكساس الوسيقى الأمريكي بنسبة 0.34% لتناهز مستوى 83.85 دولار للبرميل في موضوع آخر سجلت منظمة الأغضية والزراعة للأمم المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في مستويات عدام الأمن الغذائي على مستوى العالم حيث كشف التقرير العالمي للأزمات الغذائية بلوغ عدد ممن يعانون من عدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 أكثر من 281 مليون شخص في 59 دولة مقارنة بنحو 257 مليون شخص في عام 2022 سونيا صدقاوي جوع شديد تسببت فيه السراعة والأزمات الاقتصادية هذا ما أشارت إليه الفاو في تقريرها السنوي لانعدام الأمن الغذائي وتتصدر دولة السودان قائمة الدول المهددة في أمنها الغذائي إذ يعاني بها أكثر من 20 مليون شخص كما سجلت تقرير عددا من الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية شمال غزة داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وأشارت أيضا منظمة والفاو أن درجات الجوع في عدد من البلدان قد بلغت المستوى الخامس وهو المستوى الكارثي خاصة في البلدان الإفريقية كإثيوبيا، بوركينافاسو، والصومال، ومالي في حين تعاني 39 دولة من المستوى الرابع و41 دولة من المستوى الثالث ارتفاع مستويات عدام الأمن الغذائي أضحى مقلقا حسب المنظمة بما يستوجب معالجة الأسباب الجذرية وتقديم المساعدات للحد من شبح المجاعة أشرفت أمس ماريا كاريون المديرة تنفيذية للمهرجان العالمي للسينما الصحراوية على مرسم تقديم النسخة الثامن عشر والتي من المقرر عقدها في الفترة الممتدة من 29 عبريل إلى الخامس ماي المقبل بولاية أوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين وينتظروا انتشهد هذه الطبعة مشاركة أزيد من 12 جنسية سيتم خلالها عرض ما يقارب 30 فيلما منوعا حول القضية الصحراوية من دول عديدة مثل الجزائر، فلسطين، تيمور الشرقية، كولومبيا وبرتوريكو المهرجان يسعى إلى نسج علاقات جديدة وروابط بين الفنانين الأجانب والناشطين الصحراويين لمناصرة الشعوب المقهورة والدفع بالمقاومة الثقافية إلى الأمام وفي آخر مستجدات القضية الفلسطينية أعلنت مصادر طبية لغزة اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34388 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء منذ بدء العضوان في السابع من أكتوبر الماضي كما أفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الجرح الإجمالي ارتفع إلى أزيد من 77 ألف جريح في حين لا يزال ألاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وهذا بسبب اعتراض الكيان الغاشم وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم كما تتوصل لليوم العاشر على التوالي الاحتجاجات الطلبية في الجامعات الأمريكية ضد الاحتلال الصهيوني وهذا بسبب عدوانه على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 6 أشهر الاحتجاجات التي تسببت في اعتقال يزيد من 100 طالب تقول خليدة فليس الجامعة الأمريكية تعيش على وقع حراك طلابي غير مسبوقة نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا للموقف الأمريكي المساند للكيان الصهيوني بعد انضمام أزيد من 16 جامعة أمريكية لما يسمى بثورة الطلاب الحراك الطلابي الذي انطلق من الجامعات الأمريكية لينتشر كالنار في الهشيم إلى مختلف الجامعات بالدول الغربية وانخرط فيه حتى الأساتذة يأتي أمام الصمت الرهيب الذي يخيم على الجامعات العربية فورة طلابية وضعت الإدارة الأمريكية على المحك مما جعلها تستعمل كل وسائل القمع والاعتداء على أبسط أبجديات حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالما دافعت عنها ما يسقط أمريكا في فخ تناقض خطابها الرسمي وتصرفاتها الميدانية ويرى دكتور العلاقات الدولية محفوظ عيس أن ما يحدث في الجامعات الأمريكية من حراك طلابي يمثل في الجوهر ثورة غير مسبوقة ويعتبر من المعطيات التي فاجأت صناع القرار الأمريكي أمام التحول الديمقراطي في الوسط الطلابي ما يضع الإدارة الأمريكية اليوم في ورطة كبيرة هذه الاشتجاجات أخذت أبعاد أخرى طاعة أن يحدث تحول في الخطاب السياسي الأمريكي من خلال تصريحات السياسية آخرها تصريح الوزير الخارجية الأمريكي بيل كيلتر ثم أيضا أخذت هذه الاشتجاجات تتوسع وتتمدد بباقي الجامعات الأمريكية في كامدا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية ثم نلاحظ أيضا أن القضية الفلسطينية ظهرت للساحة الدولية بعد أن كانت مختشية تماما عن القضايا الدولية وكثير من الدول منها إسبانيا ودول أخرى صرحا أنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يتجه نادي اتحاد العاصمة إلى الانسحاب من مباراة إياب الدور النصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان بسبب إصرار مسؤول النادي المغربي على خوض مواجهة الغض بقمصان تحمل خريطة وهمية في حين تتوجه جميع الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية التي ينتظر أن تفصل في القضية لصالح فريق سوستارة تقول نور الإيمان شيخي نستمر الجدل الإعلامي والقانوني بشأن مصير ذهب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين اتحاد العاصمة أمام نهضة بركان المغربي بعد رفض الفريق المغربي خوض لقاء ملعب خمسة جويليا واعتبر الكاف أن الفريق الجزائري خسر مباراة الذهب بثلاثية نظيفة ولم يتم إسناد القرار لأي مادة قانونية تبرره ورفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لمراجعة قرار فوز نهضة بركان وهذا ما سيدفع بالاتحاد الجزائري إلى رفع قضيتين على مستوى المحكمة الدولية الرياضية تاس الأولى تخص عدم شرعية سماح الهيئة القارية للنادي المغربي بارتداء قميص يحمل خريطة وهمية لاحتباره اتحاد العاصمة خاسرا في المقابلة والذي قبل شكلا من طرف هذه الهيئة الرياضية يذكر أن قوانين الكاف تعطي الحق للجزائر برفض القمصان بكونها البلد المستضيف وفي اتصال هاتفي مع قناة الاقتصادية الأولى أبدى مخام فريق اتحاد العاصمة كما المصباح تفاؤله باسترجاع الفريق كامل حقوقه بعد رفع الطعون أمام محكمة التحكيم الرياضية مجرد رجوعه من المغرب سيتكفل بإجراء طعم في هذا القرار على مستوى معكمة التحكيم الدولي نظن أنه فيه يعني عدة خروقات قانونية في هذا الملف الملف الشائك هذا مثبتة يعني بنصوص قانونية يمكن نقول لك ربما 99% سيكون في صالح الجزائر وفي صالح اتحاد العاصمة نظرا لما يعني نظرا لقرار المتخذ من طرف الكاف والمتعلق باعتماد أقمصة تتضمن رسومات ذات طابع سياسي احتضنت قاعة متعددة رياضات لصيف حماني بيتزيوزو الطابعة الثامنة لدورة معطوب الناس لكرة القدم داخل القاعات وقد تميزت الطابعة بحضور سلطات المحلية المدنية والأمنية وكذا مشاركة قوية لقدماء اللاعبين من مختلف الأندية والفريق الوطني كما شهدت تكريما خاصا لبعض الوجوه الرياضية والفنية والوطنية في إخبارنا الثقافية تشهد الجزائر لأول مرة تنظيم المهرجان الدولي لأكل شوارع خلال الفترة الممتدة من الواحد إلى الرابع ماي 2024 وفق ما نشرته الصفحة الرسمية الخاصة بالتظاهرة يعد هذا المهرجان من أكبر المهرجانات العالمية شهرة إذ سيجمع العديد من الطهات وهوات الطبخ والمحترفين في المجال ويتضمن برنامج التظاهر حفلات غنائية ومسابقات ومفاجآت للحاضرين كان هذا آخر خبر لنشرة اليوم وقبل أن نفترق هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها وزير المالية يؤكد ارتفاع قيمة دينار بأربعة فاصل خمسة بالمئة وأرقام مفايد تعكس مدى نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة كما تابعتم أيضا وزير اقتصاد المعرفة يعلن عن انطلاق جائزة سيبسا ابتكار وجاء في النشرة أزيد من واحد واربعين ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي ونحو إعادة جدولة قروض الممنوخة للشباب في إطار أنساج مشاهدين الكلام نشرتنا تمت شكرا لكم لحسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة